سيبك بقى من كل اللي فات انا جاي النهاردة امسكك اول مية دولار في ايديك من ايه ان يعمل حاج من اليوتيوب يا سيدي طيب هو اليوتيوب هو اللي هيكسبني لا بس انا عاوز لك تفهم ان احنا النهاردة هنستغل اليوتيوب في تحقيق الارباح بتاعتنا على موقع تاني الموضوع سهل جدا وبسيط جدا وهيكون فيديو قصير اساسا فكل اللي عاوزوا منك كوبات شاي سريعة كده في الخمسينة ويلا بينا بعد الانترو نبدأ على طول تمام شباب قبل ما ابدأ بس في الشرح العاملي خلينا اقول لكم ان انا عامل جيفاوي بقيمة 100 دولار شروط المسابقة بسيطة جدا كل اللي عليك انك تعمل لايك كومنت شير وبمجرد ما الفيديو يوصل لخمسمائة لايك هبتدي ان انا اختار الفيديو القادم شخص عشوائي هختاره قدام حضراتكم بمجرد ما الشخص دا يتم اختياره بيتم التواصل معي عشان احول له المبلغ دي شروط المسابقة بساطة اتمنى ادعموكم باللايك والكومنت والشير وعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدأ في الشرح اول حاجة شغل بتاعنا او اول خطو بالنسبة لنا همشيها مع خطوات عشان تبقى الامور الواضحة معاك ان احنا بكوننا على اليوتيوب كل اللي انت محتاجه ان انت تبحث عن موضوع تليند او موضوع الناس كلها بتتكلم عنه او الناس كلها بتبحث عنه فعلى سبيل المثال انا هديك دلوقتي صورة تظهر على الشاشة هي ده اهم او المواضيع اللي الناس بتتكلم عنها او بتبحث عنها فعلى سبيل المثال هكتب هنا مثلا بستين اا ضايت فود وهدوس انتر انا مثلا مهتم شوي بمجال الصحة اا والغزاء الصحي والكلام ده كله فشوف حاجة تعجبني على سبيل المثال دوات ممكن يكون كويس لانو بيتكلم عاهم اا العشرة او اهم عشر اكلات يعني فالناس كلها بتدول عن موضوع كيتو دوات ومشهور جدا كل اللي عاوزوا منك دلوقتي انك تجى من عشير وتاخد اللينك دوات كده اول خطوة في اليوتيوب وكيه كده قصته انتهت يلا بنا على الخطوة التانية اخليع لك في هيئة خطوات كده عشان ما تطورش والعملية تبقى سهلة وصدقني في اخر الفيديو اكيد اكيد هتتأكد انك هتربح اول مين دولار يلا بنا على الخطوة التانية تاني خطوة معنا ان احنا هنروح على الموقع دوت الموقع ده دوره ايه دوره انه بيحول لك اي فيديو على اليوتيوب لتكست او كلام كانه بياخد الفيديو دوت يحوله لك لنص كده تبتد ان انت تشتغل عليه هتيجي هنا كده وتدوس نسخ للينك اللي انت خدته بتاع الفيديو وتقوله هتلاقيه في ثواني كده خلص لك الموضوع في هيئة زي ما انت شايف كده موضوع وده اللي انا عاوزه منك شايف كل حاجة تقالت في الفيديو دوت اتكتبت ودي اه بكده تكون تاني خطوة لك ازماعي انا باشيها خطوات معاك عشان ما تطور كده دي تاني خطوة هسيب لك كل اللينكات ديت في صندوق الوصف يلا بينا على الخطوة التالتة تمام شباب تالت خطوة معانا هو ان احنا نبتدي نحول النص اللي قدامنا دوت لنص اصلي خاص بنا احنا بطريقتنا احنا وعشان نعمل حاجة زي كده محتاجين ايه محتاجين ان احنا نستخدم موقع اسمه كويل بوت الموقع ده كل اللي بيعمله ان هو بيحول النص اللي انت بتحطه له انه هو هو اه نفس المضمون ولكن نص شكله مختلف تماما وده اللي بيخليه اصلي خاص بك انت فعلى سبيل المسال هاقي كده وابتدي اخد اول سطرين اتنين مسلا من النص اللي قدامي دوت وهي هحطه هنا نسخ بعد كده هدوس برافريز هتلاقي ان هو كتب لك نفس المضمون بتاع النص اللي هنا ولكن بشكل مختلف تماما هنا بتبدأ بهاي هنا بتبدأ بهاللوق هبتدي اخده هنا كده قبي وابتدي ان انا احطه في ملف وورد وتبتدي ان انت تعمل نفس الكلام دوت لكل سطرين سطرين ليه سطرين اتنين لان دوت بيدعم لحد مية خمسة وعشرين كلمة بشكل مجاني ولو عاوز تحط اكتر من كده انت بتضطر ان انت تشتري خدمة الموقع ده اللي هي فانت خليك ماشيها سطرين سطرين طيب انا بعد اما خلصت السطرين سطرين ده بابتدي اخد كل السطرين بطويه وحطهم في ملف وورد زي ما انت شايف لاحظ معي كده انا بتدلت احط للكلام دوت عنوان خاص بالموضوع اللي احنا بديتكلم فيه وبتدلت ان انا احط لكل جزء من القطع دي يتقسمتها كده وحطت لها عنوان جانبي خاص بيها هتلاقي ان انا حولت الكلام دوت لمقالة ودوت اللي انا عاوزك تعمله ان انت بعد ما بتكتب الكلام بتاعك تبتدي ان انت تقسمه حتى لو هترجمه على جوجل واي حاجة المهم ان انت تقسمه بنفس الشكل اللي قدامك دوت وتبتدي ان انت تحوله المقالة بعناوين جانبية زي كده دوت هينقلنا للجزء او الخطوة الرابعة في فيديو النهاردة انا كل ده ماشيها معك خطوات سريعة فخليك ملكز معي الموضوع الصهري وبسيط زي ما انت شايف تمام شباب احنا كده في الخطوة الرابعة والاخيرة من فيديو النهاردة عشان نبتدي من حق الارباح بتاعتنا وهي على موقع موقع بيتيح لك ان انت تكتب اي مقالة انت عاوزها او اي انت حابب تتكلم عنه ومجرد اما الف شخص يتفرج او يشوف الطبك بتاعك دوت او المقالة بتاعتك دي بتبتدي ان انت تاخد ارباح كويسة جدا على سبيل المثال هتخش كده معك نشوف الارباح دي بتتكلم ازاي عندك الالف مشاهدة بيقولك على المقالة الواحدة بتاعتك بتبتدي تاخد عليها تلاتة دولار وتمانين سنت يعني حوالي اربعة دولار طيب دي حاجة ممتازة جدا وانا هديك في الاخر بعد ما خلصت لك شرح الموقع ازاي ممكن تجيب ده او ازاي تجيب الالف مشاهدة بمنتهى السهولة جدا ولكن عاوز على الفك ان انت جبال لو اشتركت في الموقع دوت هتبتدي ان الالف مشاهدة بتاعتك تساوي ستة دولار يعني هو بيزود لك شوية في الربح بتاعك لما بتشترك في الموقع اه بتاع بوكر وده اللي احنا هنشوفه برضو مع وقت ده لو حابب لكن لو حابب بتشتغل بشكل مجاني عادي جدا هنرفع مع بعض المقالة بتاعتنا دلوقتي والف مشاهدة بتيجي عليها ببتدي اخد عليها الاربعة دولار يعني ببساطة كده لو بحزمة صغيرة انت جبت مثلا اه عشر تلاف اه مشاهدة فانت عملت اه اربعين دولار تفاهمني ازاي فالموضوع كله بيبقى اه نشر المقالة عن طريق الاداة اللي جبناها من فيديوهات اليوتيوب وحولناها ديسكريبت او تيكست وبعد كده حولنا ديسكريبت ده المقالة والمقالة دي بننشرها على فوكل عشان نبتدي نحق الارباح بتاعتنا بلاص ان فوكل اصلا عنده قاعدة جمهرية بتاعته اللي لما انت بتنشر اه حاجة الناس مهتمة بها تبتدي تخش تتفرج عليها عادي التسجيل في الموقع بيكون من ازهر ما يكون كل اللي عليك انك تعمل من هنا وتبتدي ان انت تسجل عادي باميراتك الجيميل او الفيسبوك او اي حاجة او التسجيل العادي من هنا. تمام صديقي بعد ما بتخش انت كده على الصفحة الرئيسية عادي جدا كل اللي انا عاوزه منك دلوقتي ان انت تدوس من فوق على يمين كده كريت ستوري. هعرفك ازاي طرق السحب بتاعت الفلوس بتاعتك وكل حاجة بس خلينا ماشي انها واحدة واحدة. نيجي هنا للانوان بتاع المقالة بتاعتك زي ما اتفقنا انا اولا ديت المقالة بتاعتك مع حضرتك بالشكل ده. ابتدي اخد العنوان اللي انا كتبته. وحطه يلا في التايتل. وفي الساب تايتل ده انوان جريبي ممكن تكتبه مثلا كيتو. ده بالنسباني يعني اوكي. بعد كده بيقول لك اختار صورة مناسبة آآ للموضوع بتاعك. طبعا عندك موقعين مجانيين تماما هو موقع والموقع التاني هو زي ما انت شايف هو جايب لي صور مجانية تماما ينفع استخدمها. طب انت لو مش حابب تجيب حاجة من الكلام ده وتمكن علي تيجي جدا الموقع بيوفلك آآ مكتبة كاملة للصور ممكن تبحس عنها. يعني انا مسلا كتبت هنا كيتو. هتلاقيه هو نفسه بيجيب لي صور مناسبة للموضوع بتاعي. فعلى سبيل المسال انا اخترت الصورة دي اتحطيت لي بشكل احترافي جدا وجميل جدا. هنا تحت كده بيقول لي كده هارجع كده ولا وادوس John فيه زي ما انت شايف المقالة بتاعتك تكتبت بشكل كويس جدا مفيش فيها اي مشكلة وكتب لك تحت عدد الكلمات بتاعتك. انت كده حطيت عنوان المقالة حطيت العنوان الجانبين بتاع المقالة حطيت الصورة بتاعت المقالة وكتبت المقالة بتاعتك بالشكل اللي انت شايفه ده. كده انت خلصت مش محتاج اي حاجة تانية. كل اللي عليك دلوقتي ان انت تعمل جامل جدا بيقول لك ان انت الموضوع بتاعك بقى تمام. انت خدأ كده المقالة بتاعتك حصل لها اه سيف وزي الفول بس انها اصلاها خطوة ان هي تخش المراجعة. والمراجعة بالمناسبة بتتقابل على طول. يعني اي حد هيعمل بتتراجع المقالة خلاص نزلت على الموقع مفيش اي مشكلة. يعني انا هدوس كده اه بيقول لك انت جاهز ان انت تنشي المقالة بتاعتك. بتاعة المقالة بتاعتك دي بالمدرب تحت ايه? فانت بتي دي تشوفي الحاجة اه المناسبة لها. تمام. بعد ما حطيت تباعتكي بعد كده بتبتدي تحطي تقتاعتك هو حتمك هنا بتاعتك بتبقي ان انت تشوف الحالات المناسبة للient بتاعك اللي انت كتبتها او المقالة بتاعتك بعد كده بتدوس إünü بتدوس أنت كده خلصت الموضوع وقل لي انا انت تدوس اه او ان انت تهمي اه مقالة تانية بنفس الطريقة اللي احنا مشناها. انا طبعا بنصحك ان انت تعمل في اليوم آآ مقالتين تلاتة اقل حاجة لمدة شهر عشان تبتدي تلاقي نتيجة. وهقول لك دلوقتي ازاي برضو بعد ما عرفك طريقة الدفع في الموقع ده ماشي ازاي. هعرفك ازاي ممكن تجيب التلافك بتاعك. فاندوس بالشكل ده. انت بترجع كده للصفحة بتاعتك. طبعا هي دلوقتي آآ تحت المراجعة. فاول لما بتبتدي آآ تتوافق عليها بتبتدي ان انت تلاقيها هنا ما فيش اي مشكلة بعد كده زي ما انت شايف هي تم نشرها بالفعل اصلا من دقيقة. يعني انا مجرد اما حاطتها هي اتنشرت ما فيش اي مشكلة. طيب انت دلوقتي عاوز تعرف فلوسك بتسهب ازاي? بتروح كده من فوق كده من الايكون بتاعتك وتروح على سيتنجز. هتنزل تحت كده. طبعا زي ما انت شايف انت ممكن تعمل آآ الاكاونت بتاعك. عشان الارباح بتاعتك بدل ما هي اربط لاربعة دولار تبقى ستة دولار. طبعا دي حاجة بترجع لك انت لو انت متأكد ان بتاعك هيبقى عالي. نيجي بعد كده لطريقة الدافع هي طبعا لو انت مش عارف ازاي تسجل في عشان تسحب الفلوس بتاعتك انا هسيب لك لينك بسندوق الوصف آآ فيديو كامل آآ تماما ازاي ان انت تسحب الارباح بتاعتك على ولكن مش هادر اشرحها دلوقتي بنفسي لان الفيديو هيبقى طويل جدا ولكن هي دي طريقة السحب وهسيب لك زي ما كده تحولها للحساب البنكي المحلي بتاعك. نيجي دلوقتي الخطوة الاخيرة ازاي بقى تجيب اضافي غير الترافك بتاع موقع نفسه ازاي تجيب اضافي آآ للمقالات بتاعتك. تمام شباب زي ما حضراتكم شايفين كده انا على تويتر تويتر الناس كتيرة جدا بتهتم بالحاجات اللي زي كده زي ما انت شايف انا خدت العنوان بتاع المقالة بتاعت اللي هو توب تين كيتو فوتز حطيته هنا في البوست بتاعه. بعد كده كتبت الجملة يعني اه كن صحيا عن طريق راية الموضوع التحت. انا بقول له انت هتقرأ بس انت مش تعمل اي حاجة تاني انت هتقرأ وتعرف شرط معلومات كده عن اهم عشر اه وجبات كيتو هتساعدك لنك تبقى هلسي مسلا فهو هنا الراجل هيخش يا را من بوبل فدول هو مش خسران حاجة. اه بعد كده بتدوس بوست عادي جدا ده على تويتر. انت بتعمل بوست عادي جدا. طبعا على الفيسبوك بتستهدف زي ما تشايف من على الشمال كده الجروبس الخاصة بالكيتو دايت او اي كان بقى الطبيق انت هتتكلم عنه وتخش عن جروبات المفتوحة تقول لهم يا جماعة كل اللي عليكم انك هتقرأ مش هتعملوا اي حاجة تاني غير الاراية يعني مفيش حد يدفع فلوس مفيش حد لازم ينزل برنامج معين او حاجة لا الموضوع كله اراية يعني. بعد كده بتدوس بوست عادي جدا مفيش اي مشكلة وتروح على تويتر تعمل بوست ولو عندك اي سوشيال ميديا تاني بتعمل نفس الكلام زي ما انت شايف هو الموضوع اتناشر عادي جدا اه الناس المهتمين بالموضوع هتخش تقرأ لو الجروب ده زي ما انت شايف عليه حوالي عشرين الف شخص يعني فيعني الالف يا سيد هيجوا منهم انا عملت اول اربعة دولار لو عملت كلام دوت على عشر عشرين جروب جابولي عشر عشرين الف اه واحد هيقرأ الطبيق بتاعي فاشوف انت عملت اه تمانين دولار في يوم مثلا من مقالة واحدة فما بالك بقى لما تيجي تامي تلاتة تربع مقالات اه وتنشرها في اليوم اه انت كذبان طبعا فموقع فوكل هو موقع محترم تماما موقع الصادق تماما مش محتاج تعقيدات اه هي ممكن بس طريقة الدفع اللي هي تبقى معقدة شوية ولكن انا سبتلك اللينك بتاعها القناة اخرى صديقة هتفهم منها ازاي تعمل الخطوات دي وان شاء الله تصحب الارباح بتاعتك يا رب الحد كده يكون الفيديو عجبك يا رب الكل استفدت من الفيديو النهاردة حاولت بقدر الامكان اكون بكلمك في النقاط اه الحيوية اللي هي تساعدك على طول انك تعمل الاول ميت دولار بالنسبة لك لو انت حس انك استفدت مني يا ريت تدعمني اه بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفقيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وما تنسوش المسابعة اللي كلمت عليها الفيديو مجرد ما يجيب خمسمائة لايك هيبقى فيه جيفاوي اه ميت دولار ان شاء الله الفيديو الجايد شكرا جزيلا لوقتا حضراتكو شكرا لدعموكم المستمر الى اللقاء